السلام عليكم وإيه الأخبار يا جماعة عاملينها كانت فيه ناس بتسأل إزاي أعرف الناس اللي مشتركة في قناتي أنا عايز أعرف القنوات اللي مشتركة في قناتي وإيه المكان الصحيح اللي أقدر أعرف من خلاله المشتركين اللي موجودين على قناتي ده أول حاجة إن شاء الله هنعرفها في الفيديو ده طيب المكان اللي إحنا هنشوفه ده هل فيه كل المشتركين ولا فيه ناس خافية اشتراكاتهم فدي تانية حاجة هنعرفها تالت حاجة إن شاء الله هنعرفها ازاي انا نفسي اخفي اشتراكي عند الاخرين. تمام? يعني انا دلوقتي روحت اشتراكته في قناة علامة استفهام. ولكن مش عايز صاحب قناة علامة استفهام يعرف ان انا مشترك عنده. فتعالوا مع بعض نشوف الطريقة من خلال الموبايل زي ما حضراتكم طلبت. احنا دلوقتي على الموبايل زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لو تلاحظ انا عارض الموبايل على شاشة الكمبيوتر. وده من خلال برنامج انا شرحته في الفيديو اللي فات. فاللي عايز يعرف الطريقة برضو هاتبها لكم في الوصف. المهم هبدأ ادخل على جوجل كروم. هبدأ ادخل دلوقتي على جوجل كروم. هيبدأ يفتح معايا او هفتح صفحة جديدة بقى علشان الناس اللي حابة تدخل على جوجل كروم او على ستوديو يوتيوب من خلال جوجل كروم. فهيفتح معك كده فهتبدأ تكتب تسجيل دخول يوتيوب. وبعد كده بتبدأ تضغط على التلات نقط دولت وتختار الموقع الالكتروني. هيبدأ يصغر الكلام معاك. فتبدأ تختار اول نتيجة بحس. هيبدأ يحمل معاك زي ما انت شايف. هو بيحمل اضغط تاني على التلات نقط واختار الموقع الالكتروني. لانها بتروح لوحدها كده. بعد كده بتبدأ تضغط على صورة القناة. وبتضغط على قناتك. انا عايز اوريكم الاول المكان اللي من خلاله تعرف في المشتركين. كده فتح معايا القناة كأنه فتح من على جهاز الكمبيوتر بالزبط. ببدأ اتأكد ان احنا على الموقع الالكتروني. بعد كده ببدأ اضغط على كلمة تخصيص القناة. ركز معايا. لانك لو عملت اي حاجة غلط هيقوم محولك للتطبيق. هو دلوقتي هيحولك للتطبيق ولكن هيرجع بسرعة. يا دوبك هيجيب لك اللوجو بتاع التطبيق. اثناء التحميل بتضغط على التلات نقط تاني. وبتختار الموقع الالكتروني. برضو. في كل خطوة لازم تعمل النقطة دي. فتح معنا تخصيص القناة هو زي ما انت شايف. بعد كده بقى بتبدأ تضغط على الصورة اللي فوق ديت اللي هي كلمة بنبدأ نضغط عليها كده. بيبدأ يفتح معنا الصفحة دي اللي فيها ملخص لكل احصائيات القناة. تحت بقى هنا لو تلاحظ مكتوب هنا المشتركون الجدد. تمام? هتبدأ تضغط على عرض الكل. هيبدأ بقى يجيب لك كل المشتركين اللي موجودين على القناة ولكن اللي عاملين اشتراكاتهم علني. يعني اللي مش خافين اشتراكهم. هنا بقى بيجيب لك القناة هاي من الاكبر الى الاصغر. لاخر تسعين يوم عايز تغير الفترة بتبدأ تضغط هنا. وتغير الفترة ممكن تعمل منذ تاريخ الانشاء. يجيب لك كل المشتركين اللي موجودين عندك. ولكن مش كلهم. هو بيجيب لك اللي هم عاملين اشتراكاتهم علني فقط. هو في ناس عاملة اشتراكاتها خاصة. اه بالزبط كده. في ناس عاملة اشتراكاتها خاصة. طب اعرفهم ازاي. خلي بالكم في كزا صفحة. يعني انت تكون التقلب كده. بتجيب اكتر من صفحة. طيب. انا عايز عاما ايمن اخلي انا قناتي او الحساب بتاعي. ما يبانش في الصفحة دي عند القنوات اللي انا بشترك فيها. يعني انا عايز اخلي الاشتراك بتاعي خاص وليس اشتراك علني. تمام? طيب. هعمل ايه بقى? هبدأ اضغط على الصورة بتاعة القناة. وهبدأ اضغط على قناتك. هيبدأ يرجع معي على الصفحة اللي انا كنت عليها في الاول خالص. تمام? ببدأ اضغط على صورة القناة تاني. وببدأ اضغط على كلمة الاعدادات. اهي. الاعدادات. هيبدأ يفتح معي الصفحة دي. هتأكد بس ان انا على الموقع الالكتروني. تمام? وبعد كده بضغط على كلمة الخصوصية. هيظر بقى قدامك الاختيارين اللي انت شايفهم دول. الاختيار الاول بيقول لك قوائم التشغيل والاشتراكات. بيقول لك ابقاء كل قوائم التشغيل المحفوظة خاصة. يعني انا مسلا عامل قائمة خاصة. القائمة دي محدش هيشوفها غيري. مسلا انا بعمل لايقات لفيديوهات بتظهر في قيمة التشغيل. قيمة التشغيل دي محدش هيشوفها غيري. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة بقى دي اللي احنا عايزينها. اللي هو ابقاء على كل اشتراكاتي خاصة. لن تكون اشتراكاتك مرئية للاخرين. ما لم تستخدم ميزة تجعلها تظهر بشكل علني. يعني انت دلوقتي لو روحت اشتراكت في اي قناة. الاشتراك بتاعك مش هيزهر طالما انت مفعل العلامة دي بالازرق. لو انت عملت كده. يبقى انت كده لو اشتراكت عند حد. الاشتراك بتاعك هيزهر ويعرف ان انت مشترك عنده. تمام? فشوف بقى انت براحتك عايز تعملها اخفاء ماشي. عايز تعملها علني ماشي. ودي كده كانت المعلومة اللي عايز اشاركها مع حضراتكم. لو انت شايفها مفيدة. تبخلش عنا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.